الحكمة من غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا يمكننا أن نحصرها في جهة واحدة ولا يمكننا أن نلخصها في نقطة واحدة غيبة الإمام أمر عظيم عظمته تتفرع عن عظمة مشروع الإمام نفسه صلوات الله عليه إمامنا عظيم عظيم في ذاته عظيم في صفاته عظيم في أفعاله عظيم في قراراته عظيم في كل شأن من شؤونه ومر علينا كلام إمامنا الرضا كيف أن العقول قد ضلت وكيف أن العظماء قد تصاغروا وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكمة وتقاصرت الحلمة وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله مر هذا الكلام علينا في الحلقات الماضية فإمامنا عظيم وشؤونه عظيمة ومشروعه عظيم غيبته هي الأخرى عظيمة لأنها شأن من شؤونه العظيمة ولأنها ترتبط ارتباطا مفصليا بمشروعه العظيم أمر عظيم لا نستطيع أن نحصر حكمته وغايته وأسبابه في جهة واحدة فلا بد أن نعرف من أن الحكمة في غيبة إمام زماننا صحائفها عديدة أئمتنا حدثون عن بعض صحائف هذه الغيبة وتركوا جانبا إلى زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه من جملة ما حدثونا به من أن الإمام بادر إلى الغيبة وغاب تجنبا للقتل فإن العباسيين كانوا يبحثون عنه في كل مكان وأكثر من ذلك عمه جحفر الكذاب كان يسعى إلى قتله كان يبحث عنه في كل زاوية في كل جهة يتوقع أن يجده فيها تعاون من تعاون معه من الشيعة وتعاون من تعاون معه من النواصب وتعاون هو مع السلطات العباسية آنذاك وكل هؤلاء يريدون قتله يريدون قتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهذا الأمر لم يتوقف في زماننا هناك الكثير من الجهات لو أنها علمت بنحو الدقة بمكان وجوده صلوات الله عليه فإنهم سيسعون إلى قتله وهذا الأمر ليس احتماليا هذا أمر قطعي هناك جهات في الوسط الشيعي وفي غير الوسط الشيعي تريد تصفية الإمام وتريد قتله ولذا حينما نكون قريبين من وقت الظهور فإن الإمام يتحرك تحركا قد لا يكون سريا إلى أبعد الحدود بإمكان الأعداء أن يتلمسوا مكانه من هنا سيبادر السفياني للسعي إلى قتله أو إلقاء القبض عليه وما جيش الخسف الذي سيخسف به في بيداء المدينة إلا كان دفعا من السفياني لمحاولة قتل الإمام صلوات الله عليه إن تمكنوا من ذلك وسيصل جيش الخسف هذا في الساعات الأخيرة التي تسبق الظهور الشريف وسيخسف بالجيش ويصل خبر الخسف إلى الإمام وهو في مكة في بداية ظهوره الشريف على أي حال لا أريد أن أتناول تفاصيل هذه المسائل فأحاديثهم الشريفة حدثتنا في جانب منها عن أن السبب الذي جعل الإمام يبادر إلى الغيبة هو أن يتجنب القتل أن يتجنب محاولات الإغتيال والقتل والاعتداء عليه من قبل عمه جعفار من قبل العباسيين ومن قبل سائر أعدائه وهذا الأمر لا زال جاريا إلى لحظة ظهوره قطعا الغيبة لم تكن لأجل هذا الموضوع فقط هذه صفحة من صفحات الغيبة رواية يحدثنا بها أبو خالد الكابلي عن إمامنا الباقر أقرأها عليكم من عوالم العلوم وقد وردت هذه الرواية في غيبة الطوس أبو خالد الكابلي يسأل الإمام الباقر هكذا يقول سألت أبا جعفر أن يسمي القائم عليه السلام حتى أعرفه باسمه فقال يا أبا خالد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة قطعة قطعة هكذا يقول أبو خالد الكابلي سألت أبا جعفر أن يسمي القائمة حتى أعرفه باسمه قال يا أبا خالد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة وهكذا كان ناويا أن يفعل جعفر الكذاب وأولاده وكان له الكثير من الأولاد الكثير الكثير من الأولاد للكذاب هذا هذه القضية واضحة واضحة جدا من أن جهات تسعى لقتل إمام زماننا منذ بداية الغيبة وإلى يومنا هذا وإلى وقت الظهور الشريف نذهب إلى فاصل عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك فقلت وما استدارة الفلك فقال اختلاف الشيعة بينه وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدون ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء وينادي مناد من السماء وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الأمر فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة ما قدمته لكم قبل قليل من حديث عن أن القتلى والاغتيال يمثل صفحة من صفحات الغيبة وهذا كلام حقيقي ودقيق جدا صفحة أخرى من صفحات الغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه بادر إلى الغيبة مثل ما بيّن لنا في رسالته التي وصلت إلى إسحاق بن يعقوب عبر السفير الثاني وأنا أقرأ عليكم من مصدرها الأصل من أقدم مصادرها كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة الإمام في هذا التوقيع الشريف تحدث عن علة الغيبة عن الحكمة من الغيبة في جهة من جهاتها في صفحة من صفحاتها الإمام هكذا يقول أقرأ عليكم من المصدر الذي أشرت إليه صفحة 512 الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول يَا أَيُّهَا لحيهَا كان من شأن عمر بن الخطاب في إساءته لآل رسول الله الحكاية مفصلة وقد تحدثت عنها في حلقات سابقة ولا أجد وقتا كافيا كي أعيد الكلام بخصوصها الإمام هنا يشير إلى أمر معيب لا يريد أن يتحدث عنه سنستكشفه من خلال رسائله إلى الشيخ المفيد أمر معيب يرتبط بنا يرتبط بالشيعة فهذه الرسالة صدرت في بدايات الغيبة في الغيبة الأولى وفي زمان السفير الثاني وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم ثم يستمر الإمام في بيان جزء وصفحة من صفحات الغيبة إنه لم يكن لأحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وقعت بيعة في عنقه لطاغية زمانه ليس بالضرورة أن الأئمة قد بايعوا جميعا بشكل مباشر وواضح ولكنهم بحسب الأمر الواقع عاشوا تحت سلطة أولئك الخلفاء والحكام فالبيعة جارية بغض النظر هل جرت مراسيمها الرسمية أو لا وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي هذه صفحة ثانية من صفحات الغيبة الصفحة الأولى تجنبا للقتل الصفحة الثانية تجنبا لبيعة ولو بالأمر الواقع وليس بالنحو الرسمي تجنبا لأية بيعة مع أي حاكم من الحكام فالإمام هو صاحب المشروع الأعظم الذي سيزيل به كل هؤلاء الحكام وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تشؤكم هذه صفحة ثالثة من صفحات الغيبة الصفحة الأولى تجنب القتل الصفحة الثانية تجنب البيعة حتى ولو لم تكن بشكل رسمي مباشر وإنما بحسب الأمر الواقع إنه لم يكن لأحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي إذن ما هي الجهة الثالثة الصفحة الثالثة التي أشار إليها الإمام بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تشؤكم قطعا هو لا يتحدث عن البيعة فإنه قد بيّنها وإنما يتحدث عن شيء آخر هذا الشيء معيب لم يشر إليه إمام زماننا في هذه الرسالة في رسالة إسحاق بن يعقوب إذا رجعنا إلى الرسالتين الأولى والثانية التي وصلت إلى المفيد من إمام زماننا الرسالة الأولى وصلت سنة 410 للهجرة والثانية وصلت سنة 412 للهجرة والمفيد في سنة 413 للهجرة أقرأ أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي في الرسالة الأولى إمام زماننا مخاطباً مخاطباً المفيد مخاطباً الشيعة عبر المفيد وبيّن من أن أكثر مراجع الشيعة قد ضلوا قد نقضوا عهد الإمامة والولاية قد نقضوا بيعة الغدير ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم وفي بعض النسخ ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم والمعنى واحد هذا هو ذل الضلال وذل المعصية وذل الإبتعاد عن إمام زماننا هو هو إنه الزلل ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم يا مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعاً ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إلى آخر الرسالة الشريفة في الرسالة الثانية إمام زماننا يخاطب المفيد يخبره من أنه قد غير مكانه الذي كان فيه غير مكانه لماذا يقول ألجأ إليه ألجأني إلى ذلك ألجأني إلى تغيير المكان ألجأ إليه السباريت من الإيمان السباريت جمع لسبروت وهذا الوصف لا ينطبق على العباسيين لأن العباسيين لا إيمان لهم حتى يكونوا سباريت من الإيمان السبروت من الإيمان هو القادر على أن يحصل الإيمان لكنه لا يسعى إليه هذا هو السبروت بالضبط مثل ما نستعمل هذا التعبير السربوت السربوت هو السبروت في اللهجة الشعبية العراقية يقولون هذا السربوت هو قادر على أن يعمل هو قادر على أن يكسب رزقه لكنه يتكاسل لكنه يتماهل لكنه يتغاب الذي لا يكون قادرا على أن يكتسب المال مثلا لمرض لعاهة لا يقول الناس عنه من أنه سربوت في الثقافة الشعبية العراقية وإنما يقولون عنه سربوت حينما يكون قادرا على العمل لكنه لا يسعى إلى ذلك بسبب كسله بسبب ملله لأي سبب من الأسباب السبروت من الإيمان الذي يكون قادرا على تحصيل الإيمان هؤلاء هم الشيعة والإيمان معرفة إمام زماننا لكنهم لا يتحركون بهذا الاتجاه من هنا فإن إمام زماننا وصفهم بالسباريت هؤلاء مراجع الشيعة حينما أصفوا مراجع النجفي وكربلاء بأنهم سرابيت هتلية هذا الوصف أخذته من إمام زماني هؤلاء هم السباريت الذين جنحوا مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كأنهم لا يعلمون بسبب عدم وفائهم بسبب حبهم للدنيا بسبب تعلقهم بالرئاسة الدينية والمرجعية الشيعية من هنا فهم سباريت من الإيمان فإمام زماننا يقول للمفيد ألجأ إليه ألجأني إلى تغيير المكان وأن أذهب إلى مكان بعيد ألجأ إليه السباريت من الإيمان شيعة سباريت من الإيمان فلماذا أكون قريبا منهم الإمام يكره الواقع الشيعي في الرسالة نفسها الإمام هكذا يقول ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا لكنهم ليسوا أوفياء لو كانوا أوفياء لكنت قريبا منهم لماذا ذهب إلى مكان بعيد لأنهم سباريت من الإيمان ألجأ إليه السباريت من الإيمان ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم هو يتحدث عن خواص الشيعة عن مراجع الشيعة لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا لكنهم لا يملكون ذلك فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم إمامنا يكره واقعنا ولهذا ابتعد عننا وأوكل أمورنا إلى أنفسنا أوكل أمور الشيعة إلى هؤلاء السباريت في النجاف وهؤلاء ضيعوا أنفسهم وضيعوا الشيعة معهم هذا الحديث في بدايات الغيبة الكبرى هذه الرسالة الثانية وصلت إلى المفيد سنة 412 للهجرة نحن الآن في سنة 1443 أكثر من ألف سنة فماذا فعل مراجع الشيعة خلال هذه القرون حتى وصلنا إلى أسوأ مرجعية في التاريخ الشيعي أتحدث عن المرجعية السيستانية البترية حين أقول أسوأ مرجعية في التاريخ الشيعي أتحدث عن عقائدها عن عقيدتها البترية المرجعية الضالة وقد أثبت هذا بالوثائق والحقائق والدقائق في مئات من ساعات في هذا البرنامج وغير هذا البرنامج كل تلك الحقائق متوفرة على الشبكة العنكبوتية بإمكانكم أن تصلوا إليها بسهولة كي تعرفوا الحقيقة الواضحة الجلية فما يحبسنا عنهم ما يحبسنا عن الشيعة في ذلك الوقت في وقت الرسالة وفي هذا الوقت فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم الإمام يكره واقعنا الشيعي هذا هو الأمر الذي ما أراد الحجة بن الحسن أن يتحدث عنه في توقيع إسحاق بن يعقوب وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم الإمام ما أراد أن يبين عيب الشيعة في هذا التوقيع ولكن حين تمادوا في غيهم وذهبوا بعيدا في ضلالهم ها هو قائم آل محمد يرسل الرسائل إلى المفيد كي ينبه الشيعة إلى حقيقة حالهم ومن أن الإمام الحجة يكره واقعهم ولا يحب واقعهم والحديث هنا ليس عن عامة الشيعة عن خاصة الشيعة إمام زماننا بحسب هذه البيانات يكره واقع المرجعية لأنها مرجعية بترية ضالة حوزة نجف حوزة بترية ضالة مرجعية نجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل مرجعية بترية ضالة هذه هي الحقيقة الواضحة والناصعة نذهب إلى فاصل عن سعد بن عبد الله الأشعري القموي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية فاخلع نعليك ما جاء في سورة طه فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك قلت إنه سعد الأشعري قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك وكان شديد الحب لأهله فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سوايا مغسولة هناك قانون واضح يحدثنا عنه إمامنا الباخر صلوات الله عليه أقرأ عليكم من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة باب 179 الحديث الثاني بسنده عن مروان الأنباري قال خرج من أبي جعفر صلوات الله عليه إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم فإن الله يكره لصاحب الزمان أن يجاورنا أن يجاور شيعة ومن هنا فإن إمام زماننا يكره مجاورتنا وقد قرأت ذلك عليكم قبل قليل من رسالته الثانية إلى المفيد هذا هو القانون إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم وهذا هو الذي جرى على الشيعة ولا زال يجري فإن الله يكره لإمام زماننا أن يجاورنا أن يجاور قبائحنا أن يجاور غدرنا أن يجاور سفاهتنا تأخذكم الغيرة على مراجعكم السفل السفهاء الذين لا يفقهون شيئا كل ما عندهم فقه النواصب ودين النواصب ولا تأخذكم الغيرة على أئمتكم هذا هو الذي يجري الآن ما هو الفارق فيما بينكم وبين النواصب أنتم أنتم الذين تقولون نحن شيعة فالنواصب يتمسكون بالصحابة ويقدمون الصحابة على رسول الله وآل رسول الله وأنتم كذلك تتمسكون بهؤلاء المراجع الأوباش السفلة البتريين المرجئيين تتمسكون بهم وتقدمونهم على إمام زمانكم يتحدثون بجهالاتهم الناصبية تقبلون جهالاتهم الناصبية وتتركون عظيم الأفكار وعظيم المعارف من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم تتركون كل هذا جانبا وتذهبون وراء هؤلاء الخطباء الحمير الذين يحدثونكم بقذارات مراجع النجف وكربلاء الناصبية هذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي إذن لماذا تلومون السنة على تمسكهم بالصحابة على الأقل الصحابة عاشوا في زمن النبي وهؤلاء لا عاشوا في زمان نبي ولا عاشوا في زمان إمام مجموعة شياب لصوص سفلة ما هم بأكثر من ذلك هذا هو الواقع الحقيقي لمراجع الشيعة في النجف وكربلاء ولا أقول هذا الكلام من دون دليل فقد أقمت المئات والمئات من الأدلة وهي موجودة متوفرة على الشبكة العنكبوتية ولا يستطيع أحد منهم أن يرد حرفا منها وهذا الميدان يحم ميدان رد على هذه الحقائق هكذا يقول هذا القانون إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهره وهذا هو الذي بيّنه لنا إمام زماننا في الرسالة الثانية التي وصلت إلى المفيد ما هو هكذا قال في الرسالة الثانية التي وصلت إلى الشيخ المفيد فما يحبسنا عنه ما يحبسنا عن الشيعة إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه قطعا الجهة الأولى المقصودة المراجع من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل زعماء الشيعة من الزعماء الدينيين ومن الزعماء السياسيين ومن الزعماء المجتمعيين كشيوخ العشائر وأمثالهم هؤلاء إمام زماننا يكره واقعهم ويكره دينهم ويكره ما هم عليه فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم وهم الذين وصفهم بالسباريت من الإيمان في الرسالة نفسها السرابيت بحسب اللهجة الشعبية العراقية صار واضحا عندنا عدة صحائف من صحائف الغيبة وهذه صحائف حقيقية كل صحيفة تمثل جانبا من الحقيقة الصحيفة الأولى صحيفة القتل غاب الإمام كي يتجنب القتل وهذا الأمر مستمر إلى وقت ظهوره الصحيفة الثانية غاب الإمام كي يتجنب البيعة حتى ولو كانت بالأمر الواقعي من دون أن تجري المراسيم الرسمية وهذه حقيقة أيضا فقد وقعت البيعة تارة بشكل مباشر وأخرى بحسب الأمر الواقع في في زمان أئمتنا السابقين صلوات الله عليه الصفحة الثانية غاب الإمام كي يتجنب كل بيعة لكل حاكم الصفحة الثالثة غاب الإمام وابتعد عن شيعته لأنه يكره الواقع الشيعي هذا واقع ناصبي قذر مثل ما قال في الرسالة الأولى للمفيد مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة السلف الصالح كان بعيدا عن منهج النواصب أما أنتم فقد غطستم في عيونهم القذرة الكدرة النجسة ولهذا فقد نقضتم بيعة الغدير ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون من هنا فإن الإمام يكره هذا الواقع فذهب بعيدا عن هذا الواقع وأوكل أمور الشيعة إلى هؤلاء المراجع السفلة وأوكل أمور المراجع السفلة إلى أنفسهم فهكذا ضيعوا أنفسهم وهكذا ضيعونا نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم قال قال لي نعم واختلاف ولد العباس من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم عليه السلام من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء قال ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إن الحق في حلي وشيعة ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار ألا إن الحق في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون صفحة رابعة من صفحات الغيبة أقرأ من علل الشرائع للصدوق من الباب الذي رقمه 179 إنه الحديث السابع صفحة 192 بسنده عن حنان بن سدير عن أبيه إنه سدير الصيرفي عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قال إن للقائم منا غيبة يطول أمدها إنها الغيبة الثانية التي نعيش فيها نحن نحن أبناء هذه الغيبة التي طال أمدها إن للقائم منا غيبة يطول أمدها فقلت له ولماذاك يا ابن رسول الله سدير الصيرفي يقول للإمام ولماذاك يا ابن رسول الله قال إن الله أبى إلا أن يجري فيه سنن الأنبياء أن يجري فيه سنن الأنبياء أو أن يجري فيه أن الله يجري فيه سنن الأنبياء والقراءتان صحيحتان والمعنى واحد إن الله أبى إلا أن يجري فيه سنن الأنبياء في غيباتهم وأنه لابد له يا سدير من استفاء مدد غيباتهم قال الله عز وجل لتركبن طبقا عن طبق أي سنن على سنن من كان قبلكم كلام الإمام واضح وواضح جدا من أن السنن التي جرت في الأمم الماضية ستجري في هذه الأمة بسبب مواقف الأمم الماضية كان للأنبياء من غيبة هنا ومن غيبة هناك عبر تعريخ الأنبياء مواقف فتلك السنن تجري في هذه الأمة مثل ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله ما جرى في الأمم الماضية يجري في هذه الأمة حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل باعا بباع وذراعا بذراع القذة ريشة السهم والباع هذه المسافة ما بين يدي الإنسان والذراع معروف باعا بباع وذراعا بذراع ولو أنهم دخلوا جحر ضب هذا الحيوان الصحراوي الزاحف من الزواحف ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه سيجري في أمتكم هذه ما جرى في الأمم الماضية القانون هو القانون لتركبن طبقا عن طبق أي سننا على سنن من كان قبلكم أكذا يقول الصادق صلوات الله عليه إن للقائم منا غيبة يطول أمدها فتساءل سدير الصير فيه ولماذا كيابن رسول الله فقال الإمام إن الله أبى إلا أن يجري فيه سنن الأنبياء في غيباتهم وأنه لا بد له يا سدير من استفاء مدد غيباتهم الحكمة من هذا تفاصيل حكمة جريان سنن غيبات الأنبياء في برنامج غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه القرآن يحدثنا في سورة آل عمران في الآية التاسعة والسبعين بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب إذن لا بد من برنامج للتمييز ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه الذين يدعون ما يدعون حتى يميز الخبيث من الطيب وتستمر الآية بهذا الخصوص وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء يكونون واسطة فيما بينه وبينكم فآمن بالله ورسله وإن تؤمن وتتق فلكم أجر عظيم أنتم لا تطلعون على الغيب ولذا فنحن لا نطلع على أسرار غيب الغيبة كلها وإنما نطلع على ما بينه لنا أئمتنا وهذا هو الذي أحدثكم به أما غيب الغيبة فذلك أمر راجع لإمام زماننا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ماذا جاء في تفسير العياش وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان هذا هو الجزء الأول صفحة ميتين أو واحد وثلاثين رقم الحديث مية وخمسة وسبعين عن عجلان أبي صالح قال سمعت أبا عبد الله سمع الصادق صلوات الله عليه سمعت أبا عبد الله يقول لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء يا أهل الحق اعتزلوا يا أهل الباطل اعتزلوا فيعزلوا هؤلاء من هؤلاء ويعزلوا هؤلاء من هؤلاء يخرجوا أهل الحق من أهل الباطل كي يلتحقوا بأهل الحق ويخرج أهل الباطل من أهل الحق كي يلتحقوا بأهل الباطل لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء ليس بالضرورة أن يكون النداء مسموعا وإنما هي السنن الإلهية تجري فلابد من التمييز والتمحيص لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء يا أهل الحق اعتزلوا يا أهل الباطل اعتزلوا فيعزل هؤلاء من هؤلاء ويعزل هؤلاء من هؤلاء قال قلت أصلحك الله يخالط هؤلاء هؤلاء بعد ذلك النداء بعد عملية العزل هذا هل يكون اختلاط بين أهل الحق والباطل قال كلا إنه سبحانه وتعالى يقول في الكتاب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب إنها الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل من سورة آل عمران دقيق النظر في هذه الرواية العظيمة والدقيقة لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء يا أهل الحق اعتزلوا يا أهل الباطل اعتزلوا فيعزل هؤلاء من هؤلاء ويعزل هؤلاء من هؤلاء قال قلت أصلحك الله الذي يقول هذا عجلان أبو صالح قال قلت أصلحك الله يخالط هؤلاء هؤلاء بعد ذلك النداء قال كلا إنه يقول في الكتاب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب هذه السنن التي جرت في أمم الأنبياء سابقة ستجري في هذه الأمة وستجري بشكل مكثف في عصر الغيبة وبشكل مكثف أكثر وأكثر وأكثر كلما اقتربنا من زمان وقت ظهور الحجة بن الحسن كلما اقتربنا من زمان ظهور إمام زماننا الحجة بن الحسن والقرآن أيضا يقول في سورة الفتح في الآية الخامسة والعشرين بعد البسملة هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء موطن الشاهد هنا لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما هناك اختلاط بين المؤمنين وغيرهم القرآن يقول لو تزيلوا لو انفصل المؤمنون عن الكافرين لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما هؤلاء الذين كفروا ببيعة الغدير بحسب طريقة سقيفة بني ساعد أو أو بحسب طريقة سقيفة بني طوسي السقيفتان كافرتان بالغدير لكن لكل سقيفة طريقتها وأسلوبها في كفرها ببيعة الغدير أقرأ الآية مرة أخرى عليكم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة هؤلاء أعداؤكم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يعيشون فيما بينه فيما بين أولئك الكفار ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليمة رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يعيشون فيما بينهم أو أنهم محمولون في أصلابهم في أصلاب الكافرين أقرأ عليكم ما جاء في أحاديثهم الشريفة من كمال الدين وتمام النعمة من المصدر الذي أشرت إليه قبل قليل عن محمد بن أبي عمير عن من ذكره من أصحاب الأئمة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قلت له ما بال أمير المؤمنين لم يقاتل مخالفيه في الأول لم يقاتل مخالفيه حينما عقدوا سقيفة بني ساعدا ما بال أمير المؤمنين لم يقاتل مخالفيه في الأول قال لآية في كتاب الله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما قال قال قلت وَمَا يَعْنِي بِالتَّزَايُّلِهِمْ قال وَدَائِعُ مُؤْمِنُونَ في أصلاب قوم كافرين وكذلك القائم لم يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل فقتله الرواية واضحة وصريحة جدا رواية ثانية عن إبراهيم الكرخ قال قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه أصلح كالله ألم يكن علي قويا في دين الله عز وجل قال بلى قال فكيف ظهر عليه القوم وكيف لم يدفعهم وما يمنعه من ذلك السؤال عن سقيفة بني ساعدة وأتباعها قال آية في كتاب الله عز وجل منعته قال قلت وأية آية هي قال قوله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إنه كان لله عز وجل ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين فلم يكن علي ليقتل الآباء حتى تخرج الودائع فلما خرجت الودائع ظهر على من ظهر فقاتله وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبدا حتى تظهر ودائع الله عز وجل فإذا ظهرت ظهر على من يظهر فقتله الآيات والروايات واضحة هناك عملية تمييز للخبيث من الطيب وهناك عملية تزايل لا بد من التزايل هذا من تزايل المؤمنين من أصلاب الكافرين والمنافقين هذا كله يجري في إطار السنن التي جرت على الأنبياء سابقا فتلك السنن تجري في برنامج غيبة إمام زماننا فما جرى على الأمم السابقة من أمم الأنبياء يجري علينا يجري على الشيعة في زمان غيبة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أعتقد أن الصورة باتت واضحة هناك صفحات وصفحات تحدثنا عن حكمة وعن علتي وعن أسباب وفلسفتي غيبة إمام زماننا الحجة بن الحسن إنه يتجنب القتل إنه يتجنب كل بيعتين لكل حاكمين إن كانت البيعة رسمية أو كانت بحسب الأمر الواقع إنه يكره واقعنا الشيعي ومن هنا هجره وغادره وابتعد عنه وتركنا لهؤلاء المراجع البتريين المرجئيين الذين هم أضر علينا أضر على الشيعة من شمر وحرملة كما وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد التي جاءت مذكورة في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهكذا لا بد أن تجري في هذه الأمة ما جرى في أمم الأنبياء لا بد أن تجري سنن الغيبة في الأمم السابقة في هذه الأمة فلا بد من تمييز ولا بد من عملية تزايل مثلما حدثنا القرآن وحدثتنا الروايات الشريفة المقام ليس مقاما للإسهاب والإطناب والتطويل سأكتفي بهذا العرض الملخص الوجيس كي أفتح صفحة أخرى من صفحات غيبة إمام زماننا نذهب إلى فاصل من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباطر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحد وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرأيات أهدا من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم هناك صفحة خامسة وهي صفحة مهمة جداً أحاديثنا أحاديثنا الشريفة تحدثت بشكل واضح من أن الإمام الثاني عشر في سلسلة الأئمة الأوصياء لا بد أن يغيب لا بد له من غيبة لماذا؟ لأنه هو الثاني عشر على سبيل المثال ما جاء في حديث أبي خالد الكابلي عن إمامنا السجاد والذي قرأته عليكم في الحلقات المتقدمة إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق قال أبو خالد فقلت يبن رسول الله يخاطب الإمام السجاد ثم يكون ماذا؟ فقال إمامنا السجاد صلوات الله عليه ثم تمتد الغيبة بولي الله عز وجل الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمة بعده أبو خالد الكابلي يسأل الإمام السجاد فيقول يبن رسول الله ثم يكون ماذا؟ قال ثم تمتد الغيبة بولي الله عز وجل الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمة بعده فالإمام الثاني عشر في سلسلة الأئمة الأئمة الاثني عشر في سلسلة الأئمة الأوصياء لابد أن يغيب لأنه الإمام الثاني عشر لابد أن يغيب قد تقولون ما معنى ذلك معنى ذلك واضح أول صفحة من صفحات الغيبة التي حدثتكم عنها من أن الإمام غاب كي يتجنب القتل الأئمة الأربعة عشر قتلوا محمد صلى الله عليه وآله قتلوه علي قتلوه فاطمة قتلوها الحسن قتلوه الحسين قتلوه وهكذا سائر الأئمة إلى الإمام الحسن العسكري قتلوا جميعا لم يبقى إلا هذا الإمام من هنا لابد أن يغيب وإلا سيقتلونه سيقتل وأول ساعين في قتله عمه جعفر جعفر الكذاب لأنه الإمام الثاني عشر لابد أن يغيب إذا لم يغب سيقتل قد يقول قائل يقتل يقتل ويأتينا سبحانه وتعالى بإمام جديد القضية ليست هكذا هناك نظام تكويني ونظام إلهي سبحانه وتعالى نظم الوجود وفقا لسلاسل الإمامة هذه السلسلة الأم الأئمة الأربعة عشر وسلسلة الأئمة الأوصياء الأئمة الاثنى عشر الإمام الثاني عشر هو آخر إمام في هذه السلسلة وهو آخر إمام في سلسلة الأئمة الأربعة عشر في سلسلة الإمامة الأم الكون بني على هذا النظام أن يقول قائل بهذا القول فهذا قول عبثي من أنه يقتل ثم يأتينا إمام جديد أئمتنا ما هم بحكام سياسيين أئمتنا ترتبط كل ذرة في الوجود بهم هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم هذه القضية لا علاقة لها بالإمامة السياسية لو كان الأمر سياسيا يمكن أن يكون لنا من الأئمة بحسب كل جيل من الأجيال يكون هناك إمام في كل قرن من الزمان ربما يكون لنا أكثر من إمام إذا كانت القضية قضية سياسية محضة أو كانت القضية قضية إفتاء وإبراز الأحكام الشرعية الأمر أعظم من ذلك الأمر يرتبط بالوجود الأمر يرتبط بالتكوين التشريع أمر يأتي في حاشية المقام وذل كل شيء لكم التشريع ذل لهم أيضا لكن الحديث عن الوجود فكل ذرة في الوجود ترتبط بوجودهم الكون بكل تفاصيله يرتبط بوجودهم وجودهم ليس بوجود سياسي وجودهم وجود إلهي حينما نخاطبهم في زيارة آل ياسين أنتم الأول والآخر أنتم الأول والآخر وجودا وتكوينا ونظاما إلهيا وبعد ذلك يأتي الدين والتشريع الدين والتشريع في حاشية المطلق في حاشية المقام فهذه الأعداد أعداد ثابتة بني الوجود عليها لا يمكننا أن نغير فيها ولا يمكننا أن نعترض عليها الاعتراض عليها اعتراض سفيه والتغيير فيها يؤدي إلى الفساد في الوجود والتكوين أنا أسألكم إذا ما فتحنا جمجمة الإنسان لتشريح مخ الإنسان فإننا سنجد عن يمين المخ إثنتي عشر قنات من قنوات الجهاز العصبي التي تتصل بالمخ في الجهة اليمنى هناك إثنتي عشر قنات للجهاز العصبي وفي الجهة اليسرى هناك إثنت عشر قنات تربط الجهاز العصبي في جسم الإنسان بهذا المركز بالدماغ بالمخ هذه القنوات لو تعرض بعضها للإصابة والخلل فإن الإنسان سيكون مختلا في قدرته العصبية هل نستطيع أن نعترض على عدد هذه القنوات سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو عالم بما خلق وبما أبدع كمال هذا المخلوق بجهازه العصبي وكمال الجهاز العصبي بهذه القنوات وتحديدا بهذا العدد من القنوات إن كان ذلك في الجانب الأيمن من المخ أو كان ذلك في الجانب الأيسر من المخ إذا ما نزلنا إلى صدر الإنسان هناك إثنى عشر ضلعا في الجانب الأيمن وهناك مثلها في الجانب الأيسر إثنى عشر ضلع في الجانب الأيمن من صدر الإنسان وإثنى عشر ضلعا في الجانب الأيسر من صدر الإنسان زادت نقصة يؤدي ذلك إلى اختلال بنية جسم الإنسان وكم هي عظيمة فائدة القفص الصدري للإنسان لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع البرنامج ليس منعقدا لمثل هذه المسائل العمود الفقري الذي به قيام الإنسان تنقسم فقراته إلى ثلاث مجموعات الفقرات الرقبية عند الرقبة والفقرات الظهرية والفقرات العجزية الفقرات التي تعطي الإنسان انتصاب قامته بشكل صحيح هي الفقرات الظهرية والتي قد يقال لها الفقرات الصدرية أيضا لأنها تكون في مقابل الصدر الفقرات الظهرية عند الإنسان عددها إثنة عشر من الفقرات قوام العمود الفقرات قوام العمود الفقري قوام انتصاب جسم الإنسان وامتداد قامته بهذا العدد من الفقرات إذا نقصت أو زادت يكون هناك اختلال هل يستطيع أحد أن يعترض على ذلك هذه أمور تكوينية واضحة نذهب إلى فاصل عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الواد اليابس وهو رجل ربع وحش الوج ضخم الهام بوجهه أثر الجدري إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبس وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه حينما نقرأ في الكتاب المقدس لليهود في كتاب العهد القديم وقد قرأت ذلك عليكم في حلقات سابقة من أن الله يقول لإبراهيم بخصوص إسماعيل من أنني أباركه وأثمره وأكثره أثني عشر رئيسا يليت لماذا هذا العدد هذا في الكتاب المقدس لليهود وهذا العدد موجود في كتاب اليهود في مواطن أخرى لكنني جئتكم بمثال من الأمثلة فإن الله يباركه يبارك إسماعيل ويثمره ويكثره إثني عشر رئيسا يليت لماذا عدد الحواريين إثنى عشر وهذا مذكور في كتابهم المقدس أيضا لماذا عددهم إثنى عشر لماذا نقرأ في الإنجيل في كتاب العهد الجديد في الكتاب المقدس للنصارى في سفر رؤيا يوحنى ماذا نقرأ في سفره ثم ظهرت آية عظيمة في السماء إمرأة متسربلة بالشمس والقمر عند رجليها وعلى رأسها إكليل من إثنى عشر كوكب لماذا هذا العدد لا شأن لنا بالمرأة منه وإن كان الأمر واضحا بالنسبة لنا ثم تظهر آية عظيمة في السماء إمرأة متسربلة بالشمس والقمر عند رجليها وعلى رأسها إكليل من إثنى عشر كوكب لماذا هذا العدد ولماذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم من أن الأئمة من قريش إثنى عشر من أن الخلفاء من قريش إثنى عشر لماذا كل هذا لماذا التركيز على هذا العدد لماذا نقرأ في القرآن في سورة التوبة في الآية السادسة والثلاثين إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم إن كان الحديث عن شهور السنة فلماذا جعلت بهذا العدد الآية لا تتحدث عن شهور السنة ذلك ذلك الدين القيم فهل أن معرفة شهور السنة يقال لها دين قيم ذلك الدين القيم محمد وآل محمد إنها سلسلة الأئمة الأوصياء من علي إلى القائم وهذا أدل دليل على إمامة فاطمة لأن محمد صلى الله عليه وآله لم يذكر هنا ذكر الاثنى عشر فقط الإمامان الباقيان هما إمامان في سلسلة الأئمة الأربعة عشر إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم العليون الأربعة علي المرتضى علي السجاد علي الرضا علي الهادي ذلك الدين القيم الدين القيم أئمتنا إنهم الأئمة الاثنى عشر هذه سلسلة فرعية وإلا إذا قلنا هي السلسلة الأصل فإننا قد أخرجنا محمدا من الدين القيم وهنا تأتي فاطمة وذلك دين القيم كما في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البين وذلك دين القيمة دين القيمة هو الدين القيم لا أريد أن أخوض في هذه المسألة الآن لما كل هذا التركيز على هذا الرقم إثنى عشاء حتى في حياتنا العادية لماذا الأوروبيون يرسمون على علم الاتحاد الأوروبي إثنتي عشر نجم عدد الدول ليس كذلك لماذا عدد النجوم على علم الاتحاد الأوروبي هو هذا الاثنى عشر لماذا عدد الحواريين عدد مقدس في دياناتهم رمز كوني رمز كوني لماذا عند التجار وفي السوق والاقتصادي وحتى في الدوائر الرسمية وفي المكتبات وفي دور النشر وفي كل مكان وفي المصانع والمزارع لماذا يكون الحساب والتصنيف وفقا لهذا العدد ما يسمى بالدزينة ونحن في العراق نقول درزا في الدول العربية يقولون دزينة ما يسمى بالدزينة أو بالدرزا وهو تنظيم وتصنيف وتقطيع للبضائع وفقا للعدد الثاني عشر لماذا هناك حالة نفسية باعثة على الإشباع والاقتناع بهذا العدد في كل العالم لماذا الدزينة تتألف من اثنتي عشر قطعة لماذا حتى حينما يحتج بعضنا على بعض إذا احتج أب على ابنه أو احتج صديق على صديقه أو احتج رئيس على موظفي يقول لهم أنا انطيتكم درزا دزينة الأب يقول لابنه أنا جبت لك دزينة قمصان شا تريد بعد إنه العدد الكافي الوافي أنا لا أريد أن أستدل بمثل هذه الجزئيات على حقيقة كبيرة لكنني أريد أن ألفت أنظاركم إلى هذه الوقاع التي بين أيدينا انظروا إلى التكنولوجيا إنها تعتمد كثيرا على هذا الرقم أخرج الموبايل من جيبك ماذا ترى سترى هذا العدد أمامك 12 زر من الأزرار أرقام التليفون من الصفر إلى التسعة هذه عشرة المربع والنجمة 12 زر هكذا صنعوا جهاز الآيفون وصنعوا أجهزة التليفون لماذا؟ هناك حكمة عند الصانع أن جعل هذا العدد الذي يناسب حاجة المستعمل اذهبوا اذهبوا إلى لوحة المفاتيح لأجهزة الكمبيوتر ماذا ستجدون فيها؟ الكيبورد هناك مفاتيح الوظائف كم عددها؟ 12 من F1 إلى F12 لماذا هذا العدد؟ لأن صانع هذا الجهاز يرى أن الوظائف تتحقق في لوحة المفاتيح بهذا العدد من الأزرار لا يستطيع أحد أن يعترض عليه فهو مهندس هذا الجهاز نحن لا نستطيع أن نعترض على الله هو الذي أنشأ هذا الكون ونظمه وفقا لهذه الأعداد ووفقا لهذه المعادلات الحكاية طويلة ووقت الحلقة انتهى فماذا سأصنع لكم؟ كان في نية أن أسهب في هذا الموضوع لكن بقيت عندنا صفحة واحدة من صفحات الغيبة أختم بها حديثي أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادقة جعفر بن محمد يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل لا بد منها للثاني عشر كما قلت لكم إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت فقلت ولما جعلت في ذاك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمة في غيبته قال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره من الأنبياء أو من الأئمة أكانت غيبة واسعة أم كانت غيبة ضيقة إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره هناك جانب من صفحات حكمة الغيبة لا تنكشف إلا بعد ظهوره لكن هذا لا يعني أن الأئمة لم يكشف لنا عن صفحات حكمة غيبته صلوات الله عليه ولو في بعض الجهات قارنوا قارنوا بين منطق حوزة النجف في آخر أيامها الإرواني المرجع الذي تباشر به النجفيون الحوزويون وهذا آخر حديث له عن إمام زماننا في شهر شعبان وهذا الحديث من نتاج من نتاج مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي وهو يتحدث إلى العلماء وإلى الأساتذة والفضلاء يتحدث في العتبة العلوية فهذا أحسن ما عنده وهذا أحسن ما وصلوا إليه لم يضمن حديثه شيئا من كل هذه الأحاديث لأنهم يجهلون هذه الأحاديث